اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة طريقة دي الاستخدام ولكن بليز حبيباتي لانه حتى احنا يتنخدموا على الفيديو من القلب والحمد لله تيوصلوا لكم القلب يعني اي حاجة كانت من القلب تتوصل للقلب ولله الحمد يعني في حال نوعية الوصفات كان ناخد فيهم وقت طويل لانه ماشي في حال تبييد ماشي في حال تبييد مثلا عفوا تبييد الواجهة او تبييد الاسنان يعني هادشي كتطل بنسبة للشعر كتطل بالوقت لانه اكيد خصني نشوف انه الفراغات يعني انبتو خصني نشوف الشعر ما بقاش كتساقط يعني هادشي كامل كتطل بالوقت فالوصفات اللي كيكونوا كيعالجوا هاد المشاكيل او صفة عامة للشعر يعني تقريبا كنجلس فيهم حد 3 سمانات هي القليلة او لاجوج يعني باشا كده تبلي على الاقل غير النتيجة البسيطة والقليلة ماشي ذيك النتيجة غير هائلة اللي غادي نبغي ولكن الحمد لله انفو تتبلي ذيك النتيجة فاوتوماتيك مونتنجين باختاجي معكم الفيديو في القناة وكيما قلنا نبغي نقول لكم مرحبا والف مرحبا فالقناة ديلي بدي لكم ليه وصفات للجمال مع عائلها مرخوا والرباخة ودائما الهميزات ودائما الجديد وعلى بركة الله مشو باش نتعرفوا على الشامبو للانواع اللي جبت لكم هنا يا زايد انا نتعرفوا على طريقة التحضير وطريقة الاستخدام وليدي طايدين لغوستيات ان شاء الله كاملين مكمولين فاول حاجة لبنات هنا عندي ثلاثة الانواع عندي بانتين هو هذا معروف خصوصا في الدول العربية كي يستخدموا هاد بونتين بشكل كبير حتى صراحة كتهبل هاد القراءات هادو عندي فيهم أنا تسعين ميليلي لتر والسيلبنات كين هاد النوعية اللي هي ديال كلير كي يستخدموه الرجال كتر من نسا هانتوما وكذلك غتحتاجوا معايا او لا إلا بغيتوا تديروا فممكن تديروا بخي بلوس سواء زوين لبنات يعني صراحة ثلاثة ديال انواع ديال الشامبو كاملين زوينين اي ماركة توفرت عندكم في هالثلاثة الانواع للشامبو فممكن تديرهم سواء بونتين سواء كليخ سواء بخي بلوس بثلاثة بهم زوينين بثلاثة بهم ناجحين وفعالين بخصوص علاج اي مشكل عندك في الشعير ديالك الناس اللي كتسولوني في التعليقات ديما ماشتيغي مارك ديما كتسولوني تقولوا ليということで شنو النوعية الشامبو اللي كتديره مع العلم ان انا راكن بخطاجها معاكم ديما ماشيغا في هذا الفيديو ديما تقولكم كنتدير هنا جميع الانواع باش نكون صريحة معاكم شعر الجاف والمتضرر هذا هو كاديوم بالبيض و ارغان 150 مليلتر صراحة البنات زوين افكاس بالنسبة للشعر الجاف من احسن ما جربت الشعر ديالي بزبت البنات قالوا لي احنا كنديروا كاديوم بالحبة السوداء كنديروا كاديوم بلالويفيغا والبيض جربت البنات جميع الانواع دياله لانه انا من محبين ماركات كاديوم ولكن للاسف هذا البنات ما تشمع نوعية شعر ديالي لانه شعر ديالي ناشف وهذا كما تكونوا قريته هنية لجميع انواع الشعر يعني لجميع اللي تيب ديال الشعر كيتواته معاهم سينو انا شعر ديالي ناشف ما تشمعي للاسف ولكن بالبيض و ارغان تواته معايا ما نكدبش عليكم مرة مرة كان بدل في الانواع ديالي شامبو لانه كان بغيو نغيرو من الريحة بغيو نغيرو بزف ديال الحاجات ولكن كمدور كما قلنا وترجع دائما الاسل اللي هو كاديوم بالبيض و ارغان بالنسبة لبنات الاعشاب اللي غادي نوضعوهم في هاد لغوساتها دي فاول حاجة البنات غادي ناخدو القهوة سريعة الدوبان او لا القهوة حبيبات بالنسبة للقهوة معروفة بالفوائد ديالها و بالمزايا ديالها هنتم البنات هنا عندي ناس كافي فغادي نحتاج ان شاء الله منها كمية كذلك البنات غادي تحتاجوا معايا ان شاء الله كمية من يعني الحبة السوداء او لا حبة البركة المعروفة بالفوائد ديالها و بالخصائص ديالها التي لا تعد ولا تحصى هنتم البنات هنا رب قدت عندي غمعي القل انني كنت استخدمها بشكل كبير بزي و كذلك ان شاء الله غادي تحتاجي معايا اوراق الصدر التي توبى عند العطار ولا عند العشاب انا را كنجيبو كمتحنها و كنعود فيها الطحين يعني ما كنتحنها شي مرة كنتحنها ثلاثة ولا اربعة المرة بشك دك الطحنة لحقة و طريقة وتعطينا دك النتيجة الزوينة اللي غادي تبغيها اي غزال فكيم ما قلنا غا نحتاجوا الشامبو غا نحتاجوا الحبة السوداء غا نحتاجوا القهوة غادي نحتاجوا الاوراق الصدر ثلاثة دي المكونات واحد المكونات دي ما كنت اختجه معاكم ما عمرني ما ازقلتو دي ما تكون حادر نادر و اللي هو القرونفل اللي بنا سوا هذا هدا وشكلت القرونفل ما شاء الله الله مبارك فهو ايده متعددة و كتيرة جدا يعني كتخدي منه كمية و كتحنها هنتو ما هو هدا القرونفل انا انوريكم طاودر فكيم ما قلنا البناس سينعودوا بعد المقادير عندنا الحبة السوداء عندنا القهوة عندنا ورق الصدر وعدنا القرونفل كنين بزاف المكونات ممكن نضيفهم ولكن انا هنا ما بيت نضيف شي حاجة لانه قلت لاغوسات خاصة تكون بسيطة لانه إلا زي تكتر غتولي لاغوسات مشارجية بزاف وبالتالي اغلبية البناس ما غايبوش يديروها لي وانا اهم حاجة عندي هو طنولي تحيد العكس وتجربي لي لاغوسات المهم دابل بنسان دوزول طريقة التحذير اللي هي اكيد سهلة مهلة ومن ابسط الحويج ومن اروع الحويج كذلك فبالنسبة لطريقة التحذير ستاخذي معي كمية الحبة السوداء كمية ديال اوراق الصدر مع كمية ديال القهوة سلاعة الدوبان او للقهوة حبيبات ومع كمية ديال القرومفل كتخلطي كل شيء ومن بعد كتاخذي الشامبو اللي انتي تستخدمي البنات انا ما كان فردش عليكم ماركة معينة كينين بزاف بناتي قولي في التعليقات اعلش كتجيبلينا هاد الانواع كاملين لانه كينين بزاف البنات باغين يعني باغين نشرح ليهم اولا نشارك معاهم بعض الانواع ديالي الشامبو اولا نشارك معاهم مثلا نوعية اللي كندير انا شخصيا على حسب نوعية الشعر ديالي يعني كينين بالناس باغا تستفد من غير انا تشوف لاغوست باغا حتى تستفد ادي افادة وفي نفس الوقت ادي لاغوست ذاك شعليش كان باقتاجي معاكم سينو ارا ممكن باقتاجي معاكم غير لاغوست اوتوماتيك موب لما ندخل معاكم في التفاصيل المهم البنات غادي نضيف كيمية ديال الشامبو هنا كما قلت لكم استخدمت هذا اللي هو بالبيض و ارقان اصلا ارقان زوين زوين بزاف للشعر التالف والشعر الجار فانتوما كتخلطي اليم زيان هاد الاغوستات هادي كتولي واجدة موجودة فكتشدي هاد الاغوستات هاتي وكتخذي القنينة ديال الشامبو ديالك اي شامبو البنات ماشي بشرط ماركة معينة مثلا بخي بلوس وكتوضعي لي فيها هاد هاد الوصفة هادي كاملة مكمولة كتوضعيها لي فيها مثلا ومن بعد كتسدي القنينة ديال الشامبو كتحركيها ومن بعد كتوضعيها في الدوش انا ديال الطريقة لانه لجيت انا نديرها لجيت زوج ديالي حتى وممكن يديرها باش يعالج مثلا الفراغات لجيت الام ديال الكتاية تستخدمها ويستخدمها ويستفد منها يعني ماشي غير تديرها بحلقة دوت وصلبها مرة وحتى لانه كان بعض الناس قالوا لي جربناها مرة وجوج وحبسناها وللأسف نتيجة بنت في اللقون ولكن ما بقتش بنت في اللخر يعني بحكم اكيد كان عملوا بزاف ديالاشياء ويستخدم الشعر مثل السوشوار اكيد كتغبر لي نديك النتيجة اللي ما بقيناش كندومع لها يعني وخها غير مرة في الأسبوع وانتمنى البنت تكونوا فهمتوني اما انتلي كتغسل بها مثلا ثلاثة واربعات المرات يعني فيما بتغسل الشعر ديالك تعملها تغسل كتلقى موجودة في الشامبورة غيكون افضل واحسن بكثير هادي شي اللي نقدر نقول لكم البنات اي طريقة عملية وناجحة في اي وصفة كان بختاجها معكم كما هي لانه اكيد ما نبغيش بعض البنات يستفدور بعض الاخرين لا لا بغينا كل شي يستفد كل شي يدي فائدة وكل شي يدي معلومة هادي هي اهم حاجاتنا شكرا لكم بنات على الدعم على تشجيع ديالكم الدائم والله الحمد والمستمر اكثر من خيركم و غل يحرمني منكم داعميني و داعميني و داعميني انيser و وقفيني معايا شكرا لكم غزلاتي وتحييالكم خاصة على تشجيع ديالكم الدائم و انا تنسوا من لائك ديالكم حاولوا بنات تكترو منهم اشتركوا في القناة اضعوا زيال الجرس افعلوا التعليقات الاقتراحات الاستفسارات اشتركوا في الفيديوهات المقبلة ونشاء الله سوف نأتيكم بأي حاجة ناضرة حاضرة ان شاء الله سلام عليكم جربوا الوصفة لانه منذ اول استخدام تلاحظي لابريانس فهل عملتي الخلد يلتفح و الحامض كما تعلمون على جهة المنتوجات و المواد يتعطون لما عنسوق بلاس الشعير يلكن تعملين استشوار بشكل كبير و الزغبة تهلكات و تناشفة و جافة مهم جربوا لي هاد لاغوستيت و اردوا عليه في تعليقات شكرا لكم و صحية لكم خاصة كما قلت لكم البنات و انتلقى معكم ان شاء الله في فيديوهات المقبلة الى اللقاء